في خطوة تعكس التزام الجزائر الدائم بحقوق الإنسان عرب مندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن عن تضامن الجزائر التام والكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إثرى قرار سلطات الاحتلال الصهيوني وصفه شخصية غير مرغوب فيها في تل أبيب بسبب عدم إدانته بشكل صريح للهجوم الصاروخي الإيراني الذي جاء رداً على استفزازات حكومة الاحتلال الصهيوني المزعومة في كلمته أشر بن جامع إلى أن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات فعالة كان له أثاراً سلبية مؤكداً أن الكيان الصهيوني ليس فوق القانون ويجب أن يخضع للمسألة كما أكد على أهمية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهو الأمر الذي يمثل الحل الواقعي للصراع المستمر من جهته أكد أنتونيو كوتيريش في إحاطته بمجلس الأمن الدولي أن الأحداث الجارية توضح أنه حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان والعمل نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين وألف وسبعمائة وواحد وتمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية من أجل السلام المستدام دعم الجزائري لأونتونيو كوتيريش يأتي ليؤكد على ضرورة التصدي للتصعيد في الشرق الأوسط والعمل نحو إحلال السلام كما أن الموقف الجزائري يبرز التزام الدولة بالقضايا الإنسانية ويعكس صوتا قويا في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة